السلام عليكم عاو تاني الوزير عبدالطيف وهبي يخرج بتصريحات مثيرة جدا و يخلق جدل كبير عند الرأي العام المغريب قال لك صحاب الفيسبوك دسروا بزار وخصنا الرب والكلاب الذي تنبعه وما بغى تسكت وتعطي التقار للسادة القوضات والأحكام القضائية التي يصدرواها الوزير قال بأنه بغى يطلق واحد الساجين عمره سعين عام تقريبا يتكبر بزار و يتعصب جوجة الأطفال الصغار و يقتل واحد منهم أما الناس من الجمعيات الحقوقية فكلهم أو بعضهم كانوا أصحاب صوابق و يتعاربون الحكومة بطبيق حقوق الإنسان الوهبي قال لا يسكت لهم أما الذي يدخل المحكامة شي ثلاثة ديال المرات و لم أعطيش تبريره لماذا يدخل المحكامة؟ هنا سيتم اعتبار ونصاب بدون نقاش و وهبك يقول هاد النوع غاد نعرفه كيفاش نتعاملو معه وحتى الانتقادات اللي توجهات التصريح وزير الأوقاف أحمد توفيق اللي هضر فيها على المغرب العلماني الإسلامي حتى هي معجبات شوهبي الانتقادات تقال لك الناس اللي ينتقدوا هاد الوزير هم سطحيين هاد المواضيع وتصريحات أخرى غادي تكون محور وموضوع حلقت اليوم خليكم معايا ولكن ما تنسوش تحقوا التعريقات ديالك وتقولوا لينا بالضبط شنوبان لكم فالتصريحات المثيرة الجديدة ديال السيد وزير العدل شكون اللي ينتفق مع هاد الكلام اللي يقول وشكون اللي عنده رأي اخر المهم فاصل قصير ديال ثواني قليلة فقط وانا راجع لكم قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تيفي شنقول والله العرية العظيم الهد الشي ديال وزير العدل عبدالطيفوهبي ولا بحل شي كوميديا سوريالية خاصة جائزة اكبر مهرجان ديال تهكم في العالم كل ما تكلمها تسيد كان لقى وراسنا وسط واحد المجهد اللي طايع فيه اكثر من نايت ماشي بشي حاجة ولكن ما انكترت الضحك ولبكاف وقت واحد اليوم جبت لكم التصريحات الاخيرة دياله واللي بصراحة كتستاهل نقاش خاص جدا حيث ما بقى غير العجب العوجات سمعوا معايا هديم زيان قال لك ساجين عنده تسعين عام وهبي بغيط القوية طيح افراج وزيرنا المحترم بذلك الحديث على واحد الساجين اللي عنده تسعين سانة السيد كيف كي يقول له زيانا اغتاصة بجنوش ديال الدلاري سوار وقتلوا واحد منهم وحكموا لي بالاعدام في البداية ولكن من بعد نزلوا لي الحكم الى المؤبد وهنا السي وهبي كي يشوف هاد الحالة بعين العطف والرحمة والحالة قال لك هاد السيد مو انتهي زي عما تسالة زي عما طاحوا لي السواق او خصنا انطلقوا فورا وانا كنقول واش مني تكسيوه بك واش كتها ضرب الصح او لا كتمزح معانا واحد قتل هو اغتاصب وغادي تفرج عليها تطلقوا حيش فقط هو كبير فالعمر وباش خربقني هاد السيد الوزير من اللي قال بان المشكلة هو فيسبوك واي ايه قالك فيسبوك يخرج علينا بزر كي يسئل العدالة والقوضات السابقين والحاليين دابا فيسبوك هو اللي يدار الجرائي ولا هو اللي يناقش القضايا وكي يطالب طبيق العدل والعدالة واش بنادم اللي بغي ايش في بلاد فيها قوانين عادلة وحقوق محفوظة ولا كلاب كتنبع حسب التعبير ديالك حسب المانشور في موقع هسبريس هات تصريح غذينطلعوا لكل غاية مفيدة حيش كي اللي مغاذيش يصدق ونبراسي والله متيقت كيفاش وزير العدل كي يوصف الناس اللي كتنتاقد في فيسبوك بالكلاب النابحة هنا اخواني اخواتي كيف كتشوفوا وهذه جريدة هسبريس الالكترونية في العنوان فيسبوك اخطر تهديد للقضاء والقانون الجنائي يحمل عقوبات رادعة يعني كيزيد يهدد الناس يقول لهم غير وجدوا رأسكم وهنا فهات الفقرة بالذات هذه تقول الوزير حسب المقال المنشور بانه لا احد صار محميا في المغرب والكل اصبح مستباحا القافلة تسير لكن يجب تأذيب الكلاب التي تنبح قبل ان تواصل مسيرها صراحة اخواني اخواتي انا والله ما فهمتوا هذا المنطق ما بين المجرب وما بين السجن وما بين فيسبوك نفهمه بعدها هذه القضية الكلاب النابيحة الوزير يقول بان القافلة تمشي وخاصنا نوقفه هذا الكلاب تصريح تحكيه العقلية من الوزير ولكن فكروا السياسة هي انك تسمع النقد وتجاوب لا تنظر على الذي يطاح في السب والقذف الذي يطاح فيه جرائم السب والقذف هذا الكسوق والعدالة ستفصل بيناتكم ولكن لا تحقر الناس الذين يتحدثوا او الحقوق وش بنادم الذين يتحدث في فيسبوك ومشي بلعصة اخرى اي منصة وش الساهل يتم الوصفة بهذا الشكل وش انتا السلوزير لا تعرف بان هذا الفيسبوك او غيره اللي تتحدث على صوت الشاب بنادم الذين يتحدث لذلك يشوف الظلم لا تريد ان يتحدث عنك فكرة جديدة غير مسبوكة قال لك سنصب جهاز الالكتروني امام المحكمة لكي نعرف كون لكي يأتي الكثير من المواطنين السيد يريد ان يدخل العالم الرقمنا مزيان الله يعاون ولكن بحال هذا الذي يريد ان يجمع ما بين التكنولوجيا والتخرميس السلوزير بالله عليك وش اللي جاء ثلاثة ديال المراش المحكمة سنعبره الصعب يمكن ان يكون لديه شغل اداري ما تحققش او عنده اكثر من مهمة او غراض او حتى ذلك اللي جاء ثلاثة يسول على قضيته ستقول تحطيه في البلاكليز بحال زعيم المافيا والذي يسول ملف لامراته او اختيه او ابوه او امه ومشاو تردد اكثر من مرة حتى هو غير انصاب نزيدك واحد الفكرة السلوزير لماذا لا تدير هذا الجهاز في البرلابة مقرات الوزارات والإدارات والمصاريح العمومية باش نعرفه ما حال من المرة المسؤولين والموظفين والبرلمانيين يدخلوه وش حال من واحد كي يسلسل الخدمة يمكن نلقاه وش حال من وزير وش حال من البرلماني وش حال من موظف مكيجيوش او عاطينها غير السليت اشمل منطقة عندك هنا السلوزير وهبي عوشان يرجع كي يهدر على موضوع العلمانية ووزير الأوقاف أحمد توقيف توفيق عفوا قال باللي الناس اللي نقشوا التصريحات ديال التوفيق راهم كانوا كيتعملوا بطريقة سطحية وكأن العلمانية خاصة تكون موضوع فلسفية معمق ديال النخبة الكلاس فقط ولكن كنوا واقعيين وش هد السيد عنده الحق يعني وهبي باش يحدد للشعب المغربي شنو خاصوا يناقش وشنو مخاصوا يناقص وش سي وهبي راه يمكن لنا نكونوا قاسين في القهاوة ولكن كنديروا نقاش قوي اللي يقدر يغلب حتى على نقاش البرلمان اللي كي شبهه أحيانا وفي بعض المشاهد الحلاقي ديال الجامعة الفضاء وهبي زاد يقول لنا ماشي اي واحد كي يسمع العلمانية يجي يقرر فيها كنقول لك بالفعل ولكن السلوزير احنا كنعيش في البلاد ديال الحرية ودية الرأي ومن حق اي مواطن يناقش اللي يبغى سواء في القهاوي ولا في الزناقي حيث البلاد بلادنا كاملين ماشي فقط ديال النخبة اللي كتعرف تفرق ما بالعلمانية والعالمية او اشياء اخرى هناك ما كنستنيش او كنستني كل ما يتعلق بالسبة والقدف هذيك امور اخرى القضاء هو اللي كيف يفصل فيها اما من ناحية الجمعية الحقوقية فالوزير قال بللي بعض الناس اللي عندهم صوابق في النصب ولا جرائم كي تراف ودابة على حقوق الانسان ممكن 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 كن واحد عنده صوابق ولكن اجهزة سلوزير كن معي واضح كن معك واضح اشمل ما يعيار عندك باش تحكم على شكون يقدر يهضر على حقوق الانسان وشكون لما عنده الحق باش يهضر عليها حقوق الانسان هي ماشي حكر فقط على فئة موأيانة اذا كانت الناس اللي عندها صوابق قضائية يبغى تتوب وتصلح حياته وتهضر على الحقوق علش الله فين كين المشكي يكين مستارة اسم هارد الاعتبار وانتلك عارفها مزيان اكثر مني بحكم ان وزارات العدل هي اللي كتتكلف بها يمكن هاد الناس يكونوا عافين لمشاكل اللي يتعرضوا ليها وكيحاولوا يمنعوا الناس الاخرين باش ما يعيشوش نفس التجربة السابقة دياله السيد الوزير التصريحات ديالك والتي بحالة بحل الأفلام الكوميديا في المغرب اليوم خسنا وزراء يحلوا المشاكل ماشي وزراء يزيدوا يعمقوها على المغرب باركة شوية من تضحكا لنا الشعب عاق وفاق وما بقى شو باقي يسمع كلمات ديال تنزل عكري السؤال اللي بغيت نطرحه هو سؤال مهم جدا فين غادبين الآن السي وزير العدل باتشي اللي كتدير أو اللي كتصرح به المواطن المغرب يكيقلب على حلول حقيقية ماشي على تصريحات كتزف الريح وما كتوصل حتى البلاصة كنظر رسالتي واضحة القافلة خاصة تمشي ولكن مع الشعب كامل ماشي على ظهره واهبي واش انت وزير العدل ولا وزير الكلام السيد وزير العدل راه المنصب ديالك هو واحد من اهم المناصب بالحكومة ولكن واش كتعرف مزيان شنو كتعلق بالاختصاصات ديالك راه وزارة العدل عندها ملفات كبرى جدا اللي خاصة تتحل او خاصة كنت اللي تحل ولكن باين باللي انك كتحيض وكتغمض عينك على المشاكل الحقيقية وكتشوف فقط غير في الفيسبوك والنقاشات ديالك هاو افهم لي نوضح لك نقطة اخرى شنو المفروض اللي خاصة كتكون خدام عليه اولا مكافحة الفساد بين هو الاصلاح اللي خاصة يضرب جذور الفساد داخل اكثر من منظومة في البلاد راه ماشي من الاسرار بان بعض الملفات كتشة تعرف تماطل واعيانا ملفات اخرى عرفت تلاوبات بعض الناس عندهم القدرة باش يخرجوا بقرارات للصالح ديالهم فقط حيث عندهم النفوذ او الفلوس الحبه عمار علاش مدرسيش مثلا اجراءات صاري ما باش تضمن ما يبقاش يتكرر هادشي و تصد طريق سد الطريق امام اي واحد بغي يبيع و يشري في حقوق الناس ثانيا فين هو تحسين الولوج الى العدالة راه المواطع البسيط ما يلقاش حتى اللي يجاوبوا على الشكاية دياله او يتواصل معه او يشرح ليه والاجراءات الادارية في المحاكم كتعذبه و كتكرفس عليه واحد بغي غير حقوق يقول لي بحالي لا ارتاكب شي جريمة و انا واحد منهم كنت طلب مثلا مرة مرة السجيل العدلي من المحكمة باش ندفع الضوصي ديال بطاقة الصحافة كنت بهدل لاحا و لوصافي كنت ضرب الطم و كنت سكت عارف كنقول بي انه ماشي غير نبوح دي مانقداش نظر على رأسي ثانيا فين هي الرقمنة الحقيقية اللي كتسهل المساطر و كتخلي المواطني السافد من العدالة بدون محسوبية او بيرقراطية بالنسبة للقضية ديال السجيل العدلي والله مابعيش كنمشي المحاكم و كنجيب حسن السيرة من الكوميسارية ديالك ما عنديش المشكلة المهم كنلقى العمر شوية ميصر واش هات الشي ماشي من اختصاص كالسير وزير ثالثا محاربة التهرب الضريبي و الفساد الإيدان فين هو القانون اللي كيدير مراقبة صاري مع الصفقات العمومية و على طريقة انفاق الميزانيات في المؤسسات لماذا لا يوجد اجراءات تفضح الفساد اللي يجعل الملايين الضيع على البلاد والعباد فرع الناس يتفرجوا في المجرمين اللي يصرقوا وينهبوا ملاير وش حال من واحد يبقى محمي كاين اللي يتابع وكاين اللي بقي الحد الساعد اللي مبغى ولكن اللي كيتطاول على شهدرهم واللاجوش خاص ويتشد سواء كان كبير او صغير حال صغير بحال مجرمين الكبار سواء سرقة درهم او سرقة مليار كون جي خاص ويتشد رابعا اصلاح السجون فين هو البرنامج ديلك السلوزير باش تحسن ظروف الاعتقال والضمن حقوق السجناء وتخلي السجن فعلا مدرسة ديال التأذيب والتأهيل والتهديب وما يكونش عبارة لما اهد لإعادة تخريج السجنة السجون دياله ماشي غير مكان للعقاب ولكن خاصة تكون بالفعل مكان ديال الإصلاح وإعادة الإدماج فين هم الدور اللي كتلعبوا الوزارة ديالك السلوزير بالشمناء السجون وما تكونش مدارس ديال الإجرام عوض ما تكون وسيلة للإصلاح خامسا حماية حقوق الإنسان فين هي الإجراءات اللي خاصة تعزز حقوق الإنسان راه القوانين اللي كتجرم حرية التعبير اللي كتفكر فيها أنت وحطيتها وكتدافع عليها والقرارات اللي كتضيق الخناق على المنتقدين في مواقع التواصل الإجتماعي راه ما كتشرفش ويزارات العدل ديال البلاد كتقول بل اللي الديمقراطية خاصة تكون راسخة فيها علش ما كتشوفوش قوانين اللي تحميل مواطن البسيط اللي بغي يعبر على الرأي دياله دون ما يطايح فيه أي مشاكل مع القضاء شاريطة تشف هذه السب والقد أدشي لا خلافة حولها ساديسا إصلاح القوانين المتقادمة والمتهالكة فين هي الخطط ديالك السوى بك باش تحدث القوانين اللي ما بقاش عندها معنى في العصر الحالي راه بعض النصوص القانونية ديالنا قديمة بزر وما بقيتش كتعكس الواقع ديال اليوم علش ما كنشوفوش منك مثلا مبادرات باش نواكبوا العصر الحالي السوى بي راه الوزارة ديالك مسؤوليتها كبيرة وجاسيمة جدا وما خصاش تبقى فقط غارقة في التصريحات الغريبة والهروب الى الامان المواطن بغي يشوف النتائج على ارض الواقع وماشي فقط يسمع الشعارات راه المغاربة كنقول هون اوذان المرر المليار عاقوا فاقوا وكيشوفوا كل شيء اللي كيخدم واللي كيتسلم هون وزير السي وهبي ديال الخدمة ماشي وزير ديال الكلام والتصريحات الفارغة فقط تحياتي العطيرة لكم جميعا اخواني اخواتي والى موضوع اخر بإذن المولاء الزوجل وما تنسوش اللايك والبارتاج لكل غاية مفيدة مع محمد البودري على قناة كلاش تيفي